اشتركوا في القناة شكرك على دعوتك اليوم يعني الحديث عن صوح اجانب ساعة ايه وساعة لأ لانه اول شيء لنا لا اكيد بهذا الوضع ما رح يكون فيه اجانب يجوا على لبنان بس عم نسمع بقسيمة فنانين بن خارج لبنان وعندهم حفلات بلبنان ومش خايفين جايين يعني مثل ما بقولوا هاو بيبقى عندهم يمكن مثل الارت خاصة فيهم يعني وقت اللي اذا كان فيه خطر مثل شركات الطيران يعني بيخبروهم قبل بوقت لحتى ما يبعطوا طيران لحتى ما يكون فيه اضرار كتير هاو بيعتقد عندهم شوي صغيري الارت صغيري لا ما بيعتقد انه فيه نسبة سوح اجانب او عرب عالي نسبة للي جايين ما بيعتقد انه هادي النسبة ممكن تتخطى الخمسة بالمية بحسب رأيي وهذه تخمينات من عندي يعني ما نقدر نعرف إلا تتيسير الموسم ويسحل الحدث بس بالمبدأ لا ما بيعتقد انه منتخطى الخمسة بالمية وهاو عرضة انهم يلغوا بأي وقت بأي وقت بأي اشاعة بأي اشاعة اليوم نحن بنعرف انه كندا اصدرت بيان لمواطنين عم بتقولهم انه يا جميع ما تروحوا على لبنان بغض النظر شو هني مثل ما بقوله الحيسيات هالطلب هذا اكيد هون الكندية ما بقى يروحوا لانهم بيعرفوا انه الحكومة الكندية اذا لا صمح الله صار شي منا مسؤولة ايه ما رح ترجع تجيبوني قوي حزرتهم خلص ايه حزرتهم يعني هذه مثلا مش مثل حالة الفرنسيين اللي موجودين باللبنان او اللبناني اللي حاملين الجنسية الفرنسية عطول في عندك دويم يعني في امكانية خطط ايه بياخدوهم بيضاهروهم بريد البلد بس الاساس من السياحة هني مغتربين لبنانيين في منهم بيفوتوا بباسبوراتهم الأجنبية لأنهم بيحاملين باسبور جنسية تانية ولكنهم لبناني بس بيتسجلوا عساس انهم أجانب يعني هذه كمان بدنا نعرفها عشان هكي الأجنب المزبوط يعني انا ما بعتقد انه بأي حالة من الحالات ممكن نتخطى الخمسة بالمية نعم فإذا نلتكل أكيد على المغتربين بالموسم السياحي بس اليوم بغض النظر اليوم الوضع الاقتصادي شو بلبنان اليوم الوضع الاقتصادي راوح ما كانك يعني حالة تأكل غلاء أسعار قد ما بديك تقولي غلاء بالدولار يعني غلاء بالدولار نهايدي تنرجع لنذكر بالموضوع بلولنا انه انه لشوتها خلص يعني عفا الله عما مضى انه وعدونا وقت الدولرة انه والله بس نحط نسعر بالدولار الاسعار راح تستقر حتى طلع احدهم يعني من المسؤولين يقول انه الاسعار بدي تنزل بس ندولر الاسعار ما إلا ما عم تطلع وصار في حجة إضافية ألا وهي قصة اللي صار بغزة وبالبحر الأحمر انه ارتفعت اسعار التأمين صحيح ارتفعت كلفة الشحن صحيح استغلوا ما بنعرف يعني ما في عندك إذا بديك رابط منطقي بين ارتفاع الاسعار من وراء ضعف رقابة الدولة الوضع الاقتصادي متأكل يعني نحن بنعرف انه نحن هلأ عنا مرحلة كتير خطيرة الاقتصاد النقدي الاقتصاد الكاش خطر كتير كبير على لبنين لأنه نحن اقتصادنا بأرقام البنك الدولي وهنا عم ناخد أرقامهم هني ما عم بيعطي أرقامي أنا لأنه أنا عندي أرقام أكبر من هيك هني بيقولوا أكتر من 50% من اقتصادنا هو صار اقتصاد نقدي حجم اقتصادنا نحن عشرين مليار يعني بدك تعتبر أكتر من عشرة مليار هاو اقتصاد نقدي المشكلة مع الاقتصاد النقدي هو أنه هذي فيهم علاهم شبهات للمصاري لأنه ما في تراكينج لمصدر الأموال وبالتالي نحن بشهر تشرين رح يتأيمنى ترجع مجموعة العمل الدولية فاتف وهذه رح تخلينا تحطنا مثلا على الليحة الرمادية ما بنعرف إذا كنا رح نروح على الليحة السوداء لأنه الأمور عم بتسوق الإجراءات اللي أخدتها الحكومة ومصر في لبنان غير كيفية إذا بدك يعني هلا بالنسبة للحكومة ما أخدت ولا إجراء بس مصر في لبنان أخد شوية إجراءات ولكنها غير كيفية لحتى تلجم اقتصاد الكاش لبلغ العكس الأمور فلتاني الاقتصاد الكاش تقريبا من العمليات الصغيرة بتروح بتشتري حيالا شيء علكي بالدكان لأكبر شقة بمئة ألوف الدولارات وحتى بمليون الدولارات عم يخدوهم بالكاش وهذا العمر كتير خطر الناس عم بتشوف الكاش قدامها يمكن انفكري إنه هذا شغلة صحية هي من الشغلة صحية للأسف من صحية أكيد بس بنفس الوقت ما في لبنان اليوم ما استعد أنه يخلي دولار بالبنك أكيد لأنه ما بيعرف بأي لحظة باطل يقدر يوصل عليهم صحيح معك 100% وهذا اللي بيخلي أنه من يتحمل مسؤولية وضعنا نحن الحال هي الحكومة الحكومة لأنه دستوريا بيقولوا لي لاش عم بتحمل الحكومة الله يساعد على الحكومة صحيح الله يساعد على الحكومة ولكن دستوريا بحسب المادة 65 هي اللي بتوضع من الدستور هي اللي بتوضع السياسات وهي اللي بتنفذها اليوم الحكومة نعم هي رهينة القوى السياسية ساعة اللي بدهم إذا شي حزب معين أو قوة سياسية معينة ما بدت تشارك بجلسة المجلس بتفرض جلسة المجلس ويعطيك العافية أكيد هاني هذا الأمر تتحمل المسؤولية الفعلية هي القوى السياسية ولكن عمليا هي الحكومة اللي مش عم بتقوم بشغلة لو الحكومة قامت بشغلة وعملت إصلاحات على صعيد الاقتصاد نحن أخذ وحفي بروفيسور ما عليش بدأت تعالكم نجحان تابع اشتركوا في القناة